السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر العندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثامن وهو المحور الخاص بالتقنيات في الـ AC Circuit ونمر اليوم إلى الجزء الثالث أو الطريقة الثالثة وهي طريقة السوبر بوزيشن إذن المطلوب منه في هذا التمرين استخراج الـ I-0 هذا الطيار الكهربائي باستخدام طريقة السوبر بوزيشن إذن أذكر دائما بالخطوات المتبعة لاستخراج أي مجهول لكن في الـ AC Circuit أولا إذن رسم الدارة الكهربائية في الـ Frequency Domain وقد تم حيث نرى هنا الـ Current Source والـ Voltage Source مكتوبة عن طريق Amplitude وزاوية Amplitude وزاوية أما بقية الـ Passive Element كلها لها نفس الوحدة وهذا يدل وهي وحدة الـ All وهذا يدل أنه كلها كتبت باستعمال الـ Impedance الآن سنطبق إذن طريقة وهذه الخطوة الثانية الطريقة المطلوبة مني هنا هي طريقة السوبر بوزيشن لاستخراج المجهول I-0 وأخيرا بعد استخراج هذا الطيار الكهربائي في Amplitude وزاوية نحوله إلى الـ Time Domain وهو عبارة سوف يكون I-0 مع الـ Time هو المكسيمون value الـ Amplitude Cosine Omega T مع الزاوية وهذه الزاوية التي استخرجناها في المرحلة رقم 2 إذن نبدأ الآن بتطبيق السوبر بوزيشن كما رأيناها في الـ DC مفصلة هنا نطبق مباشرة لاستخراج هذا الطيار الكهربائي إذن طريقة السوبر بوزيشن تعتمد على تقسيم الدار الكهربائية هنا إلى جزئين لماذا إلى جزئين؟ لأنه عندي مصدرين للطاقة فإنقسم هذا الطيار بدوره إلى طيار أول والطيار الثاني الطيار الأول هو نتيجة وجود الفوت السورس هذا المصدر إما المصدر هذا الثاني فقمنا بإخراجه من الدارة كيف يكون OFF بالنسبة للCurrent Source نعوضه بإذن Open Circuit أما الطيار الثاني فهو نتيجة وجود المصدر الثاني الCurrent Source أما المصدر الأول فوضعناه OFF كيف وضعناه OFF؟ عن طريق Short هنا دارة مقصورة ويعني نعوضه بسلك كهربائي إذن الهدف الآن استخراج الطيار الأول والطيار الثاني ثم جمعهما لنتحصل على المجهول الرئيسي إذن استخراج المجهول الأول أو الطيار الأول وهو نتيجة وجود المصدر هذا المصدر مصدر الجات كيف أستخرجه عن طريق مثلا قانون الأوم ماذا فعلنا؟ قمنا بتعويض كل إذن من المقاوم عندي هنا ماذا ألاحظ؟ أن المقاوم مع المكثف هذا المقاوم والملف الملف هذا والمقاوم هم باراليل مع هذا المكثف فماذا فعلت؟ قمت بتعويضهم ب إمبيدنس إكيفلنت فأصبح هذا السيركوت إذن عندي هنا مصدر جهد عندي مقاوم عندي مكثف وعندي هذه الإمبيدنس التي عوضت كل من هذا الملف والمقاوم وهذا المكثف حيث أن هذه الزات هي عبارة على ماذا؟ عبارة على الثمانية أوم والجي عشرة هم باراليل مع من؟ مع هذا المكثف فقمت بالضرب على الجمع لها تحصل على قيمة الزد الآن هذا الطيار الكهربائي المطلوب ماذا يساوي؟ أطبق قانون الأوم هو عبارة على قيمة الجهد على هذا المقاوم مع المكثف مع الزد كلهم سيريز بالتسلسل فأقوم بقسمة الجهد على هذه المكونات كلها سيريز ليتحصل على قيمة التيار الكهربائي أما التيار الكهربائي الثاني وهو نتيجة وجود الكهربائي طريقة المش وهو يساوي في الريكتانجلر فورم على هذا الشكل وبالتالي الآن قمت باستخراج الطيار الأول وهو نتيجة وجود الفولتسورس قمت باستخراج الطيار الثاني وهو نتيجة وجود الكهربائي إذن الطيار المطلوب باستخدام طريقة السوبربوزيشن هو عبارة على الجمع بين الطيار الأول والطيار الثاني لأتحصل عليه في الريكتانجلر فورم وكذلك قمنا بتحويله إلى البولار فورم